الصور بتجسد حال او مأساة العملية التعليمية في مصر انا هنا لا انتقل دكتور طريق شوقي لان اكيد ده حصاد مر لسنوات طويلة مضت بس ده بيقولك احنا فين وازاي عايزين تنقولونا النقلة دي طب الاول وفروا لنا كراسي تعالوا نعرض عدد بالصور اعرضوا يا شباب نمازج لولادنا اللي تعرضوا ليها امبارع اعرضوا ليها على الشاشة كبيرة اه دي الصورة مش واضحة قوي بس دي عبارة عن طلاب في اسوان تلاميذ قاعدين فين بقى على الارض نعم على الارض ليه بقى لان الكراسي مجاتش الدكتور التخته مجاتش الدسك بالانجليزي زي ما بيسموه ولادنا مجاش النتيجة ايه لا ما تعجلوش الصور كده ارجع للصور تاني ده معناه اهو قاعدين على الارض ده معناه ان ابن وابنك رايح المدرسة قاعد على حصيرة يا ترى لقوا حصيرة قاعدين عليها لقين حصيرة طيب هل ده نموذج التلميذ اللي انا باعده انه ياخد التابلت ده التلميذ اللي هيطلقى العملية التعليمية في اعلى صورة ده التلميذ اللي هيبقى عنده واي فاي طيب ازاي بقى فيه واي فاي في مدرسة ما فيهاش كراسي يا اخوانا ده حصل فين حصل في اسوار السؤال اللي انا عايز اسأله لمعالي وزير التربية والتعليم وللسيد رئيس الوزراء مباشرة هو حضراتكو كنتوا بتعملوا ايه فيه الاجازة حضراتكو كنتوا بتعملوا ايه في الاربع شهور اللي فاتوا دكتور مصفى مدبولي يقول لي يمكن انا لسه مستلم الوزارة بقى ليش عارين زي الفل هل نمى الى علمك يا رئيس وزراء مصر دكتور مصفى مدبولي لان فيه مدرسة فيه اسوان فيه اسوان وانت مبارح كنت بتعمل جولة العيال التلميذ قاعدين على الارض يعني طيب اكيد وهم بيجهزوا لك الزيارات ما قدكش المدرسة دي يا راجل يا طيب اطالبك غدا صباحا غدا صباحا تبلغ محافظ اسوان ووزير التربية والتعليم انك لن تغادر مكتبك في مجلس وزراء مصر الا والكراسي والتختة والتاخت والديسكات والمكاتب بتاعت ولدك كون موجود دي نموذك طب ازاي دول هياخدوا التابلت ازاي دول ها هنسب لهم واي فاي واي فاي ايه بس يعني انت عارف اللي هو جاي واحد يقولك لا لا مش عارف عايز البسك بدلة سموكينج ايه وايه اجيب لك موبايل ايه طب يا عم فطرني الاول طب غديني هو انا لقى اكل هو مش عارف احنا بنبقى فين ونروح فين طب الاول نداري الحاجات دي تعالوا خدوا صورة تانية صورة تانية هتلاقي فيها بعض اولياء الامور بيعلموا ولادهم ازاي تسلقوا المواسير بص ده ولي امر اه ده بقى هتخلق على الموضوع تاني النهاردة بقى ايه لبانة او هسس داخل رأس كل ولي امر النهاردة ايه ال ايه السرعة ده السرعة بيقول التختة الاولى يعني ايه التختة الاولى يعني الولاد دلوقت اللي يلحق في اول يوم من العام الدراسي ارجعوا لي تاني خلاص عندنا صور تانية اه اه ده ده عندنا سرعة دلوقت اسمه التختة الاولى عارف انت مفروض انت زي يعني اه رحت مدرسة وكذا المدرس واقف هنا هو وانت قاعد على التختة بتاعتك بيسموها التختة ولا الدسك دلوقت الدسك قاعد على الكرسي دلوقت يا امر والمدرس بيشرح لك بقى في دلوقت حسس عند اولياء الامور عايزين ابنهم يقعد في التختة الاولى ليه اكيد لهم موجة نظر طيب ماهو مفيش الا تختة اولى واحدة بس طب مين اللي هيقعد على بقية الكراسي الصراع واصل ان انا كولي امر بركب ابن المصورة بتاعت المدرسة مصورة الصرف الصحي او مصورة مياه الشرب واخليه تسلقها واقول له ايه الحق اقعد على الكرسي الاولاني في الفصل طب ايه الهدف وانت بتسهل اولياء الامور اكيد لهم وجة نظر ما انت لازم تفهمهم وجة النظر بتقول ايه ان اللي قاعد في الدسك الاولاني بيفهم ما انت مدخل مدرس على فصل يبدأ من 60 تلميذ لمية وخمسين تلميذ نعم في فصول مصر النهاردة وصلت الكسافة الى مية وخمسين تلميذ طيب حال المدرس هيهتم بمين باللعدين في الصفوف الاولى الاقل اللي ورا بقى خليها ترغي مع بعض واقفين على الحيطة ما هو ما فيش كراسي هيعملوا ايه فيقول لك طب انا ابني لو راح في الصفوف الخلفية مش هيتعلم يبقى انا اخليه فين في الصف الاولاني الصف الاولاني هيبقى قاعد منتبه المدرس هيقومه كتير الولد هيعمل الواجب الولد ممكن المدرس يسأله في اي وقت وبالتالي انا خليه في التغتال اولاني ده حاصل النهاردة في مصر علشان الفصل بقى تمانين ومية ومية وخمسين طيب هل انا بلق اللوم على دكتور طرق شوقي نص اللوم بلقوا عليه النص التاني ما بلقوش عليه ليه لانه اكيد مستلم الوزارة بقى له سنة سنة ونص وده تراث متراكم بقى له سنوات بس عايز اقول له دكتور طارق اتنين مليار جنيه كنا نروح نعمل بهم تابلت طيب مش نوفر مدارس مش نقلل الكسافة نبني مدارس جديدة حقيقة الابنية التعليمية بتعلن دائما ان عندها ميزانية بس المشكلة في الاراضي شمعنا الاراضي بتتوجد للحكومة وهي بتعمل مشروعاتها القومية دلوقت ليه الاراضي مش متوفرة لبناء مدارس لولدنا انا قريت خبر من يومين اندهشت لي جاء على موقع اليوم السابع وزارة الاثار بتقوم حاليا بترميم اصر البروني مباب اللي في بصر الجديدة حضراتكم عارفين انتوا عارفين تكلفة ترميم اصر البروني مباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة